أهلاً وسهلاً بكم من جديد طلبتنا العزاء وطلباتنا الأولى في قسم تقنيات المختبرات الطبية في الجامعة الإسلامية الموضوع الكريم عليكم جميعاً أجعنا معكم مختبر جديد من المادات العظم البيولوجي العملي أحنا نتحدث في هذا المختبر عن البلد سامبل أحنا نتحدث عن كيفية سحب الدم البلد كوليكشن وأيضاً كيفية معالجة عينة الدم للحصول على نتائج من خلال هذه العينة أحنا نتحدث عن طريقة أولاً طريقة جمع العينة طريقة جمع العينة أنه سحب الدم غالباً يتم سحب الدم من الدم الوئيدي يتم سحب الدم من أعلى الذهاع من الجزء الأعلى من الذهاع عن الشخص يفضل أن يكون الشخص جالس ويتم غط الجزء الأعلى من الذهاع من وسط التونيكيت وسط الحزام يسمى بالتونيكيت ثم لغاية ضغط الدم ثم نطلب من الميض أن يغلق قبرة اليد ونقوم باختيار وعيد مناسب وضح ظاهر للعين ونضع نيدل بشكل موازي لذهاع الميض ومن ثم نقوم بعملية السحب سوف نرى الفيديو التالي الذي وضحنا طريقة سحب الدم في الطريقة الصحيحة قبل أن نرى الفيديو يجب أن نرى أدوات التي نحتاجها لعملية سحب الدم أولاً الأدوات التي نحتاجها هي المعقم المادة المعقمة لتعقيم منطقة السحب نحتاج إلى تونيكيت لربط ذهاع المعيض نحتاج إلى تيوب أحد أنواع التيوبات نختار تيوب مناسب للفحص طبعاً اختيار التيوب يعتمد على الفحص الذي نريد القيام به نحتاج إلى سيام أم نحتاج إلى جمع عينة سيام أم نحتاج إلى قولبلد أو نحتاج إلى بلازم هذه الفحوصات أو نوعية الفحوصات نحتاج إلى تحدد نوعية التيوب وهذه التيوبات نحن نتحدث عنها بشكل مفصل وفي تيوب اللون والمادة الحاوي عليها والبحوصات المستخدمة أيضاً نحتاج إلى ميدل الميدل يجب أن يكون اختيار مناسب صغير أو كبير حسب حجم الصينج أو الحب الذي يستخدمه الصينج أيضاً يجب أن يكون استخدام واحد فقط لكن يستخدام مرة أخرى نحتاج إلى بلاستر لغلاق الجرح بعد سحب الدم وأيضاً ممكن نحتاج إلى البوز ويجب أن تجيئ القفازات لاحظ هذه السرعة هنا واضحة توضح عملية سحب الدم هذه عن طيق الهب هذا الهب الهب يحترب داخل أعلى النيدل يقوم بالأعلى ونيدل داخل الهب يقوم بثقب هذا التيوب وهو مفرغ من الهب لاحظ رابط الذراع الميض الميض جالس ذراع الميض مربوطة من الأعلى ويتم وضع النيدل أو أداة السحب بشكل موازي لذراع الميض ومن ثم نقوم بعملية السحب بعد طبعاً قبل أن نقوم بالسحب لابد أن نعقم هذه المنطقة وبعد تقييمها لا يتم لمسها بالأعلى فقط أن نعقم هذه المنطقة ونضع النيدل ونختار الهب المناسب ونضع النيدل ونغز النيدل داخل الهب ونقوم بعملية السحب سنرى الفيديو التالي وضحنا طيقة السحب لاحظ هنا يقوم برضى الذراع الميض بشكل لا يكون محكم جداً يضغط ويأدي ذراع الميض ولا يكون بشكل آخر جداً أنه يمنع تدفق الدم تنظيف المنطقة تعقيمها طبعاً بالإمكان أنه يستعين بأداة أخرى غير تونيكا الحزامة المعروف أو معروض تعقيم تنظيف منطقة تعقيمها لاحظ هذه المنطقة الوايد الذي يسحب من عند الدم ثم استخدم السرينج السرينج يكون جديد لن يستخدم سابقاً ولن يستخدم فيما بعد مع أي آخر لاحظ اختار الوايد المناسب يغرز النيدل يسحب كمية الدم مناسبة سحب كمية الدم لا يشترطني منها تلسفنج بالشكل كامل تكون مناسبة قد يحتاج 1 سيسي قد يحتاج 2 قد يحتاج 5 سيسي حسب كمية البحوصات التي يحتاجها أو كمية العينة التي يحتاجها من الميض بعد هذا اختار تيوب مناسب هذا تيوب هذا تيوب لفحوصات صوت الدم الكاملة لغاظ الحصول على مصل الدم لغاظة الحصول على مصل الدم لغاظة بحوصات كيميائية خاصة بالنفايات الطبية ومن ثم يقوم بوضع قطمة وقطعة الشاشة أو بلاستر على ذراع الميض لغاظة منع تدفق الدم أو منع النزف الآن بعد ان شاهدنا عمليات سحب الدم نرجع الى موضوع اختيار التيوب المناسب لعينة الدم هذه انواع التيوبات اللي سنشاهدها هنا في هذه الصورة انواع التيوبات تكون ذات أغطية ملونة هذه الأغطية ألوانها ليست اعتباطية وانما كل لون يشير الى صفة معينة وخاصية معينة في هذا التيوب على سبيل المثال هذا اللون التيوب باللون الأحمر التيوب باللون الأحمر هي تستخدم لاحظة هذا الجدول تستخدم لجمع السيروم سنتحدث كيف تجمع او كيف تحصل على السيروم وكيف تحصل على البلازمة السيروم التيوب باللون الأحمر تستخدم لجمع عينة السيروم لا تحتوي بداخلها على اي اضافات اي مواد كيميائية وتكون بالغطاء الأحمر أيضا لدينا التيوب باللون البنتقالي او اللون البني هذه تحتوي على مادة في داخلها اسمها هذه تحفز على عملية خثر الدم وبالتالي هذا يدي الى انتاج السيروم أيضا عندنا تيوب ثالث اضافة الى الأحمر والبني او اللون البنتقالي هي تيوب باللون الأصفر هذه تحتوي على جل جل يكون أسفل التيوب كمية من الجل و اضافة الى الكلوت اكتف الدم هذا يساعد على خثر الدم بسرعة عالية وبالتالي يؤدي الى تحفيز انتاج السيروم هذا ما يتعلق بانتاج السيروم أيضا عندنا كيفية الحصول على البلازما والتيوبات التي نستخدمها للحصول على البلازما عندنا التيوب الأول باللون لقاي او الرمادي اللي يحتوي على الداخل على صوديوم فلورايد او صوديوم او بوتاسيوم فلورايد او يحتوي على الأفزاليت أفزاليت الصوديوم وايضا يحتوي على فلورايد EDTA صوديوم واحد هذه المواكبات يكون موجود داخل هذه التيوبة هذه التيوبة بالإمكان انه نجمع من خلالها عينة البلازما وهذه تستخدم لفعصات الكلوكوز أيضا عندنا التيوبة باللون الأزق بالغطاء ذات اللون الأزق اللي تحتوي بداخلها على الصوديوم ستات هذا الصوديوم ستات هو بالتنكيز تسعة لها واحد المادة تعمل على كورجليشن تيوب تسميه كورجليشن تيوب هذه تستخدم لفعصات التخثر وايضا نطلق عليها الPTPT تيوب تستخدم لجمع عينة البلازما أيضا عندنا التيوب باللون الأخضر تحتوي على الصوديوم هيباين او ليثيوم هيباين طبعا الهيباين تستخدم لجمع البلازما والجمع أيضا الدم الكامل نتحدث بالصوات التالية نتحدث عن الفرق بين EDTA والهيباين تيوب ونشوف شنو الفرق بينها الهيباين تيوب هو مادة طبيعية يكون داخل التيوبة بشكل صوديوم هيباين أو ليثيوم هيباين وتستخدم لجمع البلازما أيضا عندنا التيوب الآخر اللي هو باللون البنفسجي بالغطاء ذلك اللي هو EDTA-K2 و EDTA-K3 وهذا يستخدم يحتوي على مادة الـ EDTA الـ EDTA وأيضا وأيضا عندنا التيوب باللون الأسود اللي هو يحتوي على صوديوم ستات 4 على 1 لحظ هنا صوديوم ستات 9 على 1 تستخدم فرصات تخثر سميها في حين اللي تحتوي على صوديوم ستات 4 على 1 بالغطاء الأسود وهذه تستخدم لفخوصات الـ ESR وهو وأيضا تستخدم لجمع الـ HALOPLUT أيضا الـ Hibain Tube ممكن استخدامها لجمع البلازما والـ HALOPLUT وأيضا الـ EDTA ممكن استخدامها لجمع البلازما والـ HALOPLUT هذا تفاصيل عن التيوبات أيضا هذه الصوت الـ HALOPLUT ووضح لنا الـ HALOPLUT هذا باللون الأحمر الذي قلنا بدون الوافات وهذا أيضا لجمع السيوم هذه كلها تستخدم لجمع السيوم هذه الـ EDTA تستخدم لجمع البلازما والجمع مثل ماذا كانت صوت السابقة البلازما والـ HALOPLUT أيضا لدينا التيوب الأسواق أيضا لعينة لحصول على عينة البلازما والـ HALOPLUT وكذلك الـ PTBTT والـ Hibain Tube والـ Glucose Tube أو الـ HALOPLUT هنا أيضا لابد أن نذكر الفرق بين الـ EDTA و الـ HALOPLUT كلاهما يستخدم للحصول على دمر كامل أو البلازما و أيضا كلاهما يستخدم للحصول على البلازما لكن شون الفرق بين النوعين الـ HALOPLUT الـ HALOPLUT تمنع التخلص الـ HALOPLUT في حين الـ EDTA هي مادة كيميائية مصنعة تم تصنيعها مختبئا أو في معامل خاصة الـ EDTA تكون أخص ثمنا من الـ Hibain الـ EDTA تكون الـ EDTA الـ EDTA مرتبط بـ potassium EDTA K3 أو K2 طبعا K3 يكون Liquid برد في حين الـ Hibain أما مرتبط بأنصر الـ Ethereum أو مرتبط بأنصر الـ Sodium داخل الـ Tube إضافة إلى الـ Hibain Tube الفرق الأساسي بينهما الـ Hibain Tube يعمل على تقييد العناصر الخاصة بعملية التخطر في حين الـ Platelet يعمل على منع الصفحات الدموية من الـ EDTA يعمل على منع الـ Platelet من التكسر وبالتالي تكوير الخطأ الـ EDTA يعمل على منع تكسر صفحات الدموية وبالتالي يقيد أو يمنع الدم من التخطر في حين الـ Hibain لا يمنع تكسر صفحات الدموية لكنه يقيد العناصر التي تحفز أو التي تقوم بتخطير الدم لذا لما يكون لدينا بحص CBC بحص CBC بحص CBC بحص صفحات الدموية ومن خلال الفحص يريد نعرف عدد الـ Platelet يفضل استخدام الـ EDTA لأنه يكون عدد الـ Platelet كامل ولم يتكسر ولم يفقد منها الدموية في حين الـ Hibain يكون العدد غير حقيقي بعد أن تحدثنا عن بعينات تحدثنا عن سحب الدم وتحدثنا عن أنواع الـ YouTube الآن أتحدث عن سيوم أو بلازما هذه الـ YouTube التي كانتها هذه التي كانتها عقل قليل هي تستخدم أن اختيار الـ YouTube يعتمد على نوع العين التي أحتاجها الآن أحتاج سيوم أو أحتاج بلازما أو أحتاج أوله بناء على نوع العين بعد أن أصحب الدم أختار هذه الـ YouTube أختار أنه اذا كانت أحتاج إلى سيوم لازم أختار أحد الغدWAY التي تأتي بلازما اذا كنت أحتاج إلى بلازما أختار أحد الغد والتيوبات التي تطين بلازما أو أختار أحد الغداء التي تطين باللاد في حالة التي تحتاجها أدام السروع الكاميرا الآن كيفية الحصول على السيوم أو البلازما السيوم شنو ما هو السيوم؟ السيوم is the liquid a fraction of whole blood that has collected after the blood is allowed to clot معنى هذا الكلام هو liquid هو سائل السيوم هو السائل يفصل من الدم أو يتم الحصول عليه من الدم الكامل بعد نزمعينة الدم ونسمح للدم بالتخفى لاحظ أنه الدم هنا يتخفى فرح ينتج لنا سائل اللي هو سائل السيوم the clot is removed by centrifugation and the resulting subparant designed is carefully removed يعني بعد عملية centrifuge رح نفصل الخلايا ونفصل الدم المتخفى وبالتالي رح نحصل على السيوم كيف نحصل على السيوم أثناء سحب الدم نختار لتيوبة المناسبة لعملية للحصول على السيوم كانت تكون clot activator أو جرل وذي كلور اكتيفيتر أو بلين تيوبة اللي هي تكون فارغة بدون أغطاء ذات اللون الأحمر أو رطاء الأحمر أو تيوبة ذاتي رطاء الأبيض أيضا اللي تكون فارغة يمكننا خلال سوف نحصل على السيوم خلي به عينة الدم رح نترك العينة الدم لمدة بدرجة حرارة الغرفة لفترة القصيرة ويبدأ الدم بالتخفر طبعا إذا كانت clot activator تحتوي على مادة محفزة لعملية التخفر رح تكون العملية أسهع ثم ناخذها لفصل الدم المتخفر نضعها في بسرعة ألف إلى ألفين دولة دقيقة لمدة عشر دقائق طبعا بالإمكان هذه السرعة نضعفها على سبيل المتخفر نخليها أربع تالاف دولة دقيقة لمدة خمس دقائق أو أربع دقائق هذه كافية جدا أنه نضعف السرعة ونقلل الوقت رح نحصل على السيوم الخاص بنا البلازمة بالنسبة للبلازمة البلازمة أيضا ممكن إنتاجها بعد أن ناخذ العينة أو ناخذ عينة الدم ونضعها بالتيوب الخاص بجمع البلازمة بعد ما أوضعنا هذا التيوب الخاص بالدم في التيوب الخاص بجمع البلازمة رح أيضا ناخذها إلى السنتر فيوج بنفس الطريقة بنفس السرعة السرعة هي أيضا عشر ألف إلى ألفين دولة دقيقة لمدة عشر دقائق ونقدر أنه نضاعف السرعة ونقصر الوقت التيوبات التي تستخدم لقصر البلازمة هي مثل ما أكبرنا الهيبان تيوب ديتي تيوب وصوديوم ستاة تيوب طيب ما الفرق بين البلازمة والسيوم نحن قلنا أنه بالسيوم نترك الدم ليتخفر التيوب حاول على محفز التخفر أو لا تحتوي على أي ماد وبالتالي هنا الدم أو یا خففر في حين بالبلازمة بالبلازمة التيوب حاول على مادة مضادة للتخفر أي أن الدم لا يتخفر في حالة البلازمة السيوم تخفر الدم هي البلازمة لن يتخفر الدم ما هو الفرق الأساسي بين البلازمة والسيوم؟ الفرق بين البلازمة والسيوم طبعا هنا البلازمة على الأساس البلازمة تحصل بعد عملية لعينة الدم بعد أن نضيفها الانتكوغلانت يعني كيف نضيف الانتكوغلانت؟ يعني نضع عينة الدم في تيوب حاوي على مادة مضادة للتخفر كانت تكون EDTA أو هبارين أو صوديوم ستتت هذه المادة ستمنى لديها من التخفر نأخذ العينة نأخذ تيوب ونخليه بالسنترفيوج ونثم بعد دقائق ستنصل على البلازمة في حقينا نترك السيوم سنستخدم تيوب تحتوي على مادة محافظة للتخفر أو لا تحتوي على مادة مانعة للتخفر وبالتالي تتكون عندنا خذر ونضعها في السنترفيوج نفصل الدم المتخفر والسائل الباقي هو هذا السيوم الذي حصلنا عليه بعد البلازمة تحتوي على البلازمة يعني البلازمة تحتوي على البوتينات الخاصة بعملية التخفر البوتينات الخاصة بعملية التخفر لازالت موجودة في البلازبان لم نفقدها لأن الدم لم يتخفى بعد فبالتالي البوتينات والعناصر الخاصة بالتخفى لم تفقد لم تستغل في عملية التخفى في حين السيام لا يحتوي على العناصر والبوتينات الخاصة بالتخفى لأن الدم هنا تخفى بالتالي استهلك هذه العوامل العوامل 1 و 2 و 4 وإلى آخره من العوامل التي تساعد على عملية التخفى الدم استهلك هذه العوامل تخفى وبالتالي فقد السيوم هذه العوامل بعد مستوى السيوتونين بالبلازما يكون طبيعي في حين مستوى السيوتونين عالي ناتج عن تكسر البليتليت والسفاحات الدمقوية التي تكسرت لغرض تخفى الدم هذا الفرق بين السيوم والبلازما هذه الصورة توضح لنا معادلة معادلة لسيوم والبلازما ما هو السيوم وما هو البلازما لأن تكرنا بعض التفاصيل لكن هذه المعادلة هي تبسط لنا الصورة بشكل كامل السيوم هو البلازما ناقص الفايربورنرجين الفايربورنرجين هو أحد بورتينات التخفى طبعا هو ليس فقط الفايربورنرجين وإنما كثير من العناصر الأخرى التي تساعد على التخثر لكن للتبسيط سيوم يساور بلازما ناقص الفايربورنرجين أو نقدر نعبع عنها ناقص 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 بلازما يجمع في تيوب حاوية على مادة تمناء التخثر وبالتالي الدم لن يتخفر بهذه الحالة هذا ما يتعلق بعينة الدم كيفية السحب وكيفية معالجتها للحصول على السيوم والبلازما وكيفية اختيار التيوب المناسب للبحث طبعا الى تيوبات اللي بكناها هن كل تيوب كل مجموعة فحوصات اللي هو اختار تيوب المناسب الى للفحوصات الكيميائية ستكون مذكورة بالمحاضرة البيدي اف التي مرفقة على الموقع مع هذا المحاضرة الفيديوية شكرا لكم شكرا لأس حسن الله صغر وفي حال وجود السرساءات حول المحاضرة أو المحاضرة الأخرى رجاء محاسلة تستهب المادة على منصة التعليم الإلكتروني في موقع الجامعة الإسلامية شكرا لكم